السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معنا في قناة تربيت الحسون الصفحة الرسمية معكم جلال الحلقة اليوم هي التجهيز يتبع اليوم وصفة تفهم طبيعية تساعد في حمو وزيادة تحفيز الحسون أو الكاناري ذكر أو أنت وصفة طبيعية من غير الأدوية الكيميائية نشرح لكم ومبعد نعمل طريقة التحضير هذه الوصفة متكونة من بذور الشوك جرعة البيريلا والخلط واللوز هذا اللوز منقي كما نقول لنا ماهوش بني تفهمنا ذو كما نقول لكم وعليه هذه الوصفة الطبيعية نستعملها في زيادة حمو الحسون أو الكاناري ذكر أو أنثى للخصوبة كما شرحت لكم يا جماعة هذا تظهرني الضواء بالتفصيل عندي في الفيديو كان هناك الناس قلت لي وعليه ظهر بالأدوية كيميائية كما نفهمكم أنا كان هناك الناس يتحب أن تجهز الذكرة والأنثى طبيعيا كان يعرف وكان ما يعرفش وكان ما يمد للعصفور بها يوجده وقدر ما يكونش الذكرة مخصب ولا الأنثى مخصبة وبعد ما تصلحش له الإنتاج نحن هنا نوجده العصفور للي يعرف طبيعيا كي يوجد العصفور وينتج هذه كحال لم يعرفش نحن نقدمه التجهيز الخصوبة والتحفيز طبيعيا أنا شخصيا أدعم بهذا الدواء لكي أضمن التخصيب والتحفيز مئة بالمئة من أسمع حتى الواحد أنا أنا نمد نجهز العصفور طبيعيا ونعاون بهذا كما شرحت لكم في الفيديو 97% رحوا وشوفوه ذكرة تفهموا تفهمنا بشوح ما عاد يقول لي وعلا تستعمل هذا الدواء وكثيرا نحن هنا نجهزه طبيعيا بصح لكي أضمن الإنتاج لازم كما قلت لكم هذا المهم بها ما نطوله الشيء عليكم في الفيديو هذه الخلطة طبيعية تساعد في حمو وتجهيز العصفور تتكون منها اللوز أنا فضلت أني أشتري هذا اللوز اللوز الأبيض منقي علىه الأخرى تجاه فيها القشور حتى يتطحنوا يخلي القشور العصفور تلك ولي ممكن ما يوكلش القشور فهمنا أنا اخترت هذا الأبيض قمت بتحنيه بآلة الطحن أو كما تريد قمت بتحنيه كيفية تقديم العسل تضع قليل وتخلط تضع قليل وتخلط لكي لا يكون نسبة العسل أكثر من اللوز يؤذي العصفور يلتسق في الريش فهمنا يا جماعة هذه حتى تصبح لك هكذا كما تعرفون هذه خلطة طبيعية من اختصاصي أنا كما بذور الشوق تحمي العصفور تلك من الأمراض الكبيدية وزراعة الشيء مقاومة تساعد على تقوية العظام زائد العسل يساعد في زيادة صوت الحسون أو الكاناريو ويحميها من الأمراض التنفسية واللوز محفز جنسي تفهمنا جماعة وعلى هنعملوا خلطة هذي أنا اليوم ما عنديش الشيء مازلني مانيش راح ننتج راح نحط له قليل من البيرلة وعليها كين عصافير لا تحبث أكل اللوز بالعسل ما تكلكش ما تدرلكش باللوز بالعسل خلال العفسة هذي تكتيكة كي تحط له بذور الشوق والبيرلة أو الشيء راح راح تطمعوا راح أنه يحاول يوكل هكا ومنها راح يوكل لك اللوز بالعسل تفهمنا وبهذا تحفزه جنسي طريقة التقديم تقدم هالو مرة في الأسبوع مرة في الأسبوع في هدم وكي قرب الإنتاج بأسبوعين ولا بشهر تعطي هالو مرتين في الأسبوع تفهمنا طريقة التقديم يا جماعة وكل واحد يحطها كي نقول لك أنا هنا تقدر تحطها في القودي تقدر تحطها في هذي وشي هو كي يعود مازال الوقت بعيد على الإنتاج تحط مثلا تعمرها يا كل من كي يقرب وقت الإنتاج تحطها مرتين في الأسبوع يعني تنقص العملية تنقص هنا تمدها له يوم السبت يكل قليل ويوم الخميس يكل قليل بها تعدل الكمية تفهمنا قلنا تطحن اللوز وتضيف إليه العسل حتى يصبح هكذا وش تدير انت تهز حسب الكمية اللي عندك أنا عندي كمية صغيرة تهز نصف ملعقة من بذور الشوق وتقوم بوضعها هكذا تفهمنا ومبعد أنا ما عنديش الشي اللي عنده الشي يحط الشي اللي ما عندوش الشي يحط البرل البرل أنا برسكو ما زال مش وقت إنتاج عنحط هالو فقط لي يدعم نفسه ولا لكي أريكم الموضوع بس كي تحط له انت الشي رح تربح انك تقويله مقوية للعظام تقوم بخلطها هكذا حتى تلتسق البذور باللوز والعسل هذه الوصفة تشبه قليلا هذيك اللي تتبع في الأسواق هذيك جيكا وحدها كاملة طويلة عسل و لوز و كوكيا و بذور تصنحها في منزل بيدك لا تشتريها بخمسة عشر ألف أو عشرون ألف فهمنا وهي وصفة طبيعية محفزة للعصفور وتزيد في خصوبة العصفور كناري أو حسون أو أي طائر يا جماعة تفهمنا تقوم بخلطها هكذا حتى تلتسق و بعد وش تدير تتركها تجف لمدة يوم أو يوم ونصف حسب الجفاف تيح و عليها كنت مدهال و كما هكذا رح تلتسق له في الريش و ممكن يقوم بالصالع تفهمنا تخلاها لمدة يوم كامل تشيح و بعد تحط له القليل تحط له القليل هنا تحط له بيدك أو بالملعقة كما حبيتي هاي الكامل اللي تحطها له مرة في الأسبوع و ما اتعمرش ما اتعمرهاش بحكيوك لهو بالمنقر ما تلتسقش في الريش لازم تكون الوصفة تحت ما تكونش الفوق بحما تلتسقش ليه في الريش تعال عصفور بتاعك تفهمني جماعة تتركها لمدة يوم أو يوم ونصف تجف و من بعد انت اوش ديار هاي قدمتي هاي يكل منها الاخرة التي تبقى تقوم بتخبيئتها أو وضعها في الثلاج مثلا غدا رح تمدلو العسل باللوز غدا في الليل تجبدها تخلها تسخن شوية غدو صباحك تنط تحط له القليل وتعود تخبي كمية تاعك تخدم بها لمدة أسبوع بها ما تخسرش الوصفة تاعك فهمنا يا جماعة هذه هي طريقة تقديم اللوز مع العسل كما قلنا اللوز محفز جنسي يزيد في الخصوبة العسل يزيد في صوت العصفور وياقيها من الأمراض التنفسية وبذور الشوك تحميها من الأمراض الكابدية وزراعة الشياء مقوية للعظام يعني وصفة كاملة او الحسون تاعي يغني علاها وعرفها بعد ما فنضعطها له راه هو حيبغير يضق قليلا وتفضلوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة أخرى ترجمة نانسي قنقر